في عام 2010 عندما فازت قطر بتنظيم كاس العالم غضب الغرب واستاء جدا من هذا الخبر فسألهم الناس باستغراب لماذا أنتم مستاءون؟ قالوا الجو حار في قطر فأعلنت قطر بأن المونديال سيكون في شتاء وتعهدت بوضع مكيفات حتى في الشوارع وبالفعل لديه من الآن شوارع مكيفة فقالوا أنها دولة بحجم مدينة صغيرة في أوروبا فكيف ستستقبل هذا الكم الهائل من المشجعين؟ فقامت قطر بصرف مبالغ هائلة جدا على البنية التحدية ملاعب، فنادق، مستشفيات، مواصلات، طرق إلى آخره فقالوا أن هذه البنية التحتية ضد البيئة وتلوثها فردت قطر بأن الملاعب التي تم إنشاؤها قابلة لإعادة التدوير أخي يل ووسائل النقل أصبحت كهربائية بما في ذلك الباز والمترو الذي سيتنقل به المشجعون بين الملاعب فقالوا قطر دولة لا تحترم حقوق العاملين بها وأجورهم زهيدة فردت قطر بأنها عدلت قانون كفالة العمال ووضعت حد أدنى للأجور وفتحت مكتب لمنظمة العمل الدولية في الدوحة هنا عندما لم يجدوا سببا مقنعا قالواها بصراحة من النهاية عم قطر دولة لا تقبل حقوق المثليين لذلك لا نريدها أن تنظم كأس العالم ما وراء كواليس كأس العالم قبل أن نخبرك عن مخططهم المسموم أول شيء يجب أن تعرفه أن كرة القدم ليست مجرد رياضة بل هي قوة ناعمة عندما سويل أسطرة كرة القدم بيل شانكلي عن رأيه في كرة القدم قال هي جزء من قوة دبلوماسية ناعمة يمرر من خلالها ما يريده أصحاب القوة خذ عندك مثلا ألمانيا عندما استضافت كأس العالم عام 2006 كان هدفها أن تحسن صورتها أمام العالم بما يتعلق بالإرث النازي أيضا روسيا في عام 2018 باستضافتها أنست العالم جرائمها ودعمها للأنظمة الفاسدة واحتلالها للدول المجاورة وأيضا ما قام به الغرب عندما وضعوا علم أوكرانيا في أعلى الشاشة في كل المباريات وجعلوا كل العالم يتعاطف معها وكأنها الدولة الوحيدة التي ظلمت في التاريخ إذن كرة القدم ليست مجرد رياضة بل هي قوة ناعمة يؤثر بها على الشعوب هذه المعادلة فهمها الشواذ والمجتمع الغربي من حولهم فقرروا أن يستغلوا كرة القدم في الترويج لأنفسهم وجعل الناس تقبلوهم بل وجعل من يرفضهم هو السيء المنبوذ وبالفعل بدأ بعض اللاعبين بارتداء شراط الشواذ في مبارياتهم وحتى حسابات النواد الكبيرة قاموا بتغيير صورتهم الشخصية إلى ألوان مثلية مثل حساب الدور الإنجليز على موقع تويتر والكثير من التصرفات التي تدعو إلى تقبل الشواذ والعياذ بالله ولكن كان هناك شيء ينقصهم كانوا يحتاجون إلى حدث رياضي كبير جدا يجعل كل العالم تشاهده فقوة تأثير كرة القدم المحلية محدود فجاء كأس العالم الحدث الرياضي الأكبر في الكرة الأرضية الذي يتوقع أن يشاهده ثلاثة ونصف مليار شخص حول العالم كما صرحت الفيفا نصف سكان الكرة الأرضية ثلاثة ونصف مليار شخص سيشاهدونه عبر الشاشات رجال أطفال نساء شيوخ وسيتأثرون بكل ما بداخل هذه الرياضة ولكن هنا واجهت الغرب مشكلة وهو أن كأس العالم هذه المرة سيعقد في دولة عربية مسلمة ومن قوانين هذا البلد أنه لا يسمح بزواج الشواد ولا يقبل تصرفاتهم ولا مستنقع أخلاقهم فستاء الغرب جدا حينه وبدأت تشن حملات إعلامية ضخمة بهدف سحب تنظيم الفيفا من قطر واتهموها تقريبا بكل شيء ولكن قطر ظلت صامدة أمام اتهاماتهم والنتيجة أن هذه الحملات باءت بالفشل وأصبح موضوع سحب التنظيم شبه مستحيل فالفطول اقتربت أساسا هنا الغرب لم يقفهم ذلك وأصروا على رأيهم وإذا لم تقبل قطر بالشواد سيعرضها ذلك لعقوبات كثيرة فمثلا تقارير دنماركية وسويدية جاء فيها أن الفنادق في قطر التي لا تقبل بإقامة المثليين فيها سيلغى التعاقد معها في مواقع حجوزات الفنادق العالمية ومدن فرنسية صرحت برفض بث كأس العالم على الشاشات العامة كما صرحت مجلة فوريفس صحيح هذه التصرفات لم تؤثر كثيرا في تنظيم قطر لكأس العالم ولكنها مزعجة استغرب العرب والمسلمون من هذا الأمر وبدأت تصريحات الدعاء والمؤثرون آخرهم اللاعب المصري محمد أبو تريكا الذي صرح وقال لن نغير ديننا ولا قوانيننا من أجل 28 يوم في المنديان بمعنى آخر يجب أن تحترم أنفسكم أو ابقوا بأخلاقكم في بلدكم الأصلي ولا تحضروا يعني المنطق أنهم كضيوف لهذه البلد يجب أن تحترم عاداته وتقاليد شعبه ودينه يعني تخيل أن يأتي إليك ضيف وفاجأة يطلب منك أن ترسل أخواتك لينظر إليهم بحجة أنه في بلده الأصلي كان ينظر لأخوات أصدقائه وعندما تغضب وتضرده من بيتك تكون أنت الظالم المفتر السيء هذه الصورة مع أسف حبتي في الله وأسف على التشبيه في وسط هذا الصراع ما بين قطر والغرب والاتهامات والحملات الإعلامية الموجهة ضد قطر جاء بعض الحكماء في الغرب وسألوا المسؤولين هناك لماذا تسرون على أن يقبلوا المثلية حتى في الغرب يوجد بعض الناس لا تقبل الشواذ المنطق أن نحترم مضيفين وعداتهم وتقاديدهم فقال الغرب حينها بابتسامة خسيسة سنخبرك سر إصرارنا على أن يقبلوا الشواذ ولكن لا تخبر به أحد انظر لهذه الصورة دول الشرق بشكل عام لا تقبل المثلية بل وتعاقب عليها بعقوبات تبدأ من الغرامة حتى الإعدام وأغلب هذه الدول العربية مسلمة فإذا استطعنا أن نجعل هذه الدول العربية المسلمة تقبل الشواذ بل وتعاقب من يرفضه من خلال وسائل متنوعة وأهمها الآن قوة تأثير كأس العالم حينها سيكون السيطرة عليهم سهل فإذا أردت أن تهدم مجتمع عليك بأخلاقه أولا وأخلاق المسلمين قوية متزنة محافظة ونحن الآن بيدنا قوة ناعمة إلى وهي كأس العالم فكيف لا نستغلها فرد الحكماء حينها إذن هي مسألة قوة وسيطرة وليست مجرد كرة قدم واحترام قد تسأل الآن لماذا قبلت قطر بهذا الصراع من الأساس ولماذا تريد أن تنظم كأس العالم حتى وتجدها صرفت أكثر من 220 مليار دولار في التجهيز لهذه البطولة 7.5 مليار دولار فقط تجهيز الملاعب تخيل وإذا نظرت للمكاسب التي ستحققها من كأس العالم ستجدها زهيدة فمثلا الفريق الفائز بهذه البطولة لا تتعدى جائزته العشر ملايين دولار وإحصائيات الإيرادات المتوقعة من المشجعين القادمين لا تتجاوز السبع ونصف مليار دولار وهذا حسب توقعات شركة الأبحاث الاقتصادية كابيتال إيكونوميكس البريطانية وبالتصريحات الدوحة نفسها عند المقارنة بين الرقمين الفرق واضح فأين الفكرة؟ الفكرة بكل بساطة أن قطر لا يهمها الإيراد المالي من كأس العالم بقدر ما يهمها تسويق نفسها أمام العالم وتنمية اقتصادها على المدى البعيد وما صرفته على البنية التحتية هو من رؤيتها التنموية لبلدها وهنا لا تنسى ما أخبرتك به في بداية حلقتنا أن كرة القدم ليست مجرد رياضة بل قوة ناعمة تستغلها قطر أيضا في الترويج لأنفسها أمام العالم أمام ثلاثة ونصف مليار شخص حول العالم وهذه الاصضافة ليست لقطر وحدها وهذه القوة ليست بيد قطر لوحدها هي بيد كل الدول العربية المجاورة مثل السعودية والإمارات والأردن وعمان سيقيم المشجعون في فنادقها فالمسافة بين قطر والدول العربية أقرب من المسافة التي كانت بين المدن في روسيا في مونديال عام 2018 وهذا بالفعل ما جهزت الدول المجاورة نفسها له لذلك لا بد لنا نحن أيضا أن نستغل هذه القوة الناعمة لصالحنا سواء من ناحية اقتصادية بالاستفادة المادية أو من ناحية سياسية كما فعلوا مع أوكرانيا يمكننا أن نفعل بوضع شارة عالم فلسطين أو من ناحية إخلاقية بأن نرى العالم كيف هي أخلاق المسلمين وتعاملاتهم والأهم أن نخبرهم أنهم لن يؤثروا بنا بحملاتهم الإعلانية فلن يزيدنا ذلك إلا وعيا بمخططاتهم المسمومة وأخيرا أصبحت تعرف عن هذه القوة الناعمة فأرجوك أخبر كل من حولك بها فالدال على الخير كفاعله أتمنى منكم أن تشاركوا هذا المقطع في النهاية تشاركني برأيك في مكان التعليقات وإذا أعجبك المقطع لا تنسى العجاب به ودمتم في آمان الله